هو التعليق الأول من الرئيس التركي حول العقوبات الأمريكية على أنقرة ضمن قانون كاتسا لمعاقبة أعداء واشنطن إردوان وبلهجة التحدي قال إنهم يرفضون هذه العقوبات وتعهد بمضاعفة عمل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية التي طالتها العقوبات الأمريكية العقوبات الأمريكية ضمن قانون كاتسا لم تطبق على أي دولة في الناتو غير تركيا أي تحالف هذا هي تعد على حقوقنا السيادية تصريحات إردوان لخصت بحسب مراقبين صورة العلاقات التركية الأمريكية مع الإدارة الأمريكية الجديدة وهي صورة يبدو أنها ستحمل الكثير من التوتر توتر لا يقف عند حدود علاقات أنقرة مع واشنطن بل يتعدها ليصل إلى العلاقات التركية الأوروبية أخذا بالاعتبار العقوبات الأوروبية قبل أيام ضد أنقرة الرسالة التي أراد إيصالها أردوغان هي بالدرجة الأولى للرئيس الأمريكي الجديد بأن لغة التهديد لا تجدي نفعا مع الجانب التركي ورغم توقعات الرئيس التركي قبل أيام بتحسن العلاقات التركية مع الإدارة الأمريكية الجديدة إضافة للسعي لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي فإن الصورة الآن تبدو غاية في التعقيد أخذا بالاعتبار أن ملفات الخلاف كثيرة ومعقدة من سوريا إلى ليبيا ومن شرق المتوسط إلى نغورلو كارباغ وصولا للعلاقات التركية الروسية كلها ملفات خلافية بين أنقرة من جهة والإدارة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية وإن تحدث المسؤولون الأتراك مرارا عن أهمية العلاقات الاستراتيجية المتبادلة على مصبحات لقناة الغد إسطنبول